محمد بن سلمان لديه استراتيجية لقيادة الخليج العربي واضح أنا؟ وهو بيعتبر كل اللي موجودين في الخليج دول كتاكيت أستطيع أننا نقضي عليه الزيارة الكاشفة لهذا الطموح والجرأة غير المتكافأة مع المعطيات اللي عنده لأنه ما عندهش معطياتهم ما عندهش حاجة يعني يعملها لم يكن وزير دفاع مثلا الناجح أسكت الحسيين والصواريخ لسه بترد بس هو حاب يركب موجة اليمن دي عشان يعبر بيها ويقدم نفسه على أنه قائد وزعيم وغرز فيه لم يحسم الأمر يعني حمد بن سلمان زار الكويت وأنا اتكلمت على حكاية دي زيارة الكويت زيارة فاصلة لسبب تاني خالص أنه عادة اللي زور الكويت من سلمان في أزمة قطر في 2014 الملك سلمان هو اللي راح في الأزمات اللي كان بتحصل كان عبدالله والشيخ حمد الشيخ عبدالله الملك عبدالله والشيخ حمد حكاية أنه ولي العهد يزور ويروح هو يفاوض أو يحط على الطاولة طلبات من الكويت ما حصلتش وفي تصوري أنها النقطة الفاصلة في تاريخ الألاقات الخليجية كلها وبزاعة الكويت لأنه الأدب والأسرة والعائلة بتحطم أنه طيب يعني هو الأمير الشيخ صباح في الكويت يعتبره ولده يا ولدي يا أم حتى يقول لك يا ولدي يا ولدي يعني عيلة واحدة يعني ابنه ناصر أكبر من محمد بن سلمان يمكن بتلاتين سنة الشيخ صباح نفسه كان عميد الدبلوماسيين في العالم 40 سنة وزير خارجية يا ابني يرايح جاي طالع نازم انت مين انت بحندك شريكورد فتيجة أم تنطط عليه الساعة كام هاجي الصبح لا مش جاي انا هاجي بالليل انا هاجي طب هاجي بكرة ده يكسر يبين انه هناك وقاحة في التعامل هذه وقاحة ناتجة من تصور محمد بن سلمان انه القائد المنتظر والملهم الذي سوف يعيد توحيد كل الجبائل جبيلة قطر على اعتبرناها جبيلة واحدة وجبيلة الكويت مش بلد لا ينظر محمد بن سلمان ولا ينظر عفتاح السيسي لماس نفس النظرة الى انها بلاد لا هو ينظر عن انها ايه جبائل تعال حنا اكبر دولة حنا الحرمين حنا وحنا الازمة بتاع التوقيع الاتفاقية راح يقول له محملوا كذا وكذا وقالولي يا ولادي فيه فيه كلام هناك حاجات هو اعترف بيها في لقاءه مع بلومبرج قالولي اعتقد انك عقدت اجتماعا للتقوى في الكويت من اجل اعادة تنشيط الانتاج في المنطقة المحايدة المنطقة المحايدة دي هتطلع نفط كتير يغرق السوق عشان تراب ما يطلبش بفلوس فهو بدل ما يطلع من عنده من المخزون بيعمل ايه؟ طالب من المنطقة دي ومن المنطقة اخرى ان احنا نطلع النفط ده ونسكت دي مين؟ تراب فعلوله فيه اهو في الواقع ان المليون وتلتميت الف برميل يوميا تمثل مخزونة نملكه نحن الان بدون تلك الفرصة في الكويت هو عنده مخزون يقدر يزود به من عشرة من تمانية الى عشرة مليون برميل يوميا لكن لسه فيه فرصة في الكويت شوف يقول ايه؟ فيه فرصة في ايه؟ ونحن نعتقد اننا نخترب من تحقيق شيء مع الكويت يعني هنطلع الكويت عشان نطلعها هناك فقط بعض المسائل التي كانت عالقها خلال خمسين سنة والجانب الكويتي يريد حلها الان قبل ان نستمر في الانتاج فلح لهم قال لهم المنطقة قالت له انا تعال وقع الاتفاقية بتاعت الحدود فهو اهلك لها دي الامور العالقة هي جزء من مسائل ذات علاقة بالسيادة لم يتم حلها خلال الخمسين سنة هو رايح يلو بزوده وانتاج النفط عشان تربع عاوز ونعيدي بتشغيل قال له له يا فرد من حلل ايه؟ مسائل حدودية اللي انت عطل النفط احنا عطلوه مسائل 2014 ونحن نعتقد انه مسائل زي خمسين سنة هتاخد وقت طويل فحد دقائق في القاعد قال له طب ما هو نفس الكلام يبقى مش هننتج النفط اللي بعد ما نحلل ايه؟ المسائل لكن هو عالبي وليبقى نحن نعمل الحصول على الاتفاق مع الكويتين لكي نستمر في الانتاج لخمس او عشرة سنوات يعني اخد نفطكم وقدموا بسعر رخيص لمين؟ لترامب بس ما تدكونش الاتفاقية النهائية بتاعة الحدود انت مين يا ابني؟ ده العقل بتاعة الكويتين انت حديك جاي من اين؟ ده لا ابوك ولا جدك ولا عمك يعني ادري يا من كده طب كان فيه خلافات قبل كده في الحدود وهم اخدوا جزء من ارض الكويت واخدوا جزء من ارض القطر واخدوا جزء من ارض الامارات واخدوا جزء من ارض العمان بالمناسبة يعني ليه؟ لانه محمد بن سلمان اعتبر كلام ترامب عن الفلوس والكلام ده انه يعني زود لي النفط من اين؟ من الحد دي فقالك بدل ما زود من عند انا اخده من اين؟ من الكويت لا لازم انا ادوس يعني بلاش ادوس ان انا اروح وبقوة هو شايف نفسه كده زعيم كبير دي النقطة النفسية المهمة زي ما كان هتلر شايف نفسه كده موسيليني شايف نفسه كده شاوشيسكو شايف نفسه كده وقال لك انا صغير والعالم دي كلها كتاكيد في القفز الصدرها الامة وعندي استراتيجية اسمها السعودية العظمى وعندي اتنين تلاتة رجال الدين بيطلعوا بيتلموا هتلعهم هكتبلهم كلام ويطلع باسمهم وهكبر عايد رجالني على انه يطلع يقول نعم هناك المملكة العظمى